وفضلت ساعتها تجيله هلاوس عن ذكريات قديمة لجنود بيموته وهم بينادوا اسمه علشان ينقذهم وناس بتلعنه وبتقول انه هو مالوش لازمة ولازم يموت في الوقت ده وشارلوت مغمى عليها كان بتفتكر ذكرياتها في القصر لما استحوزت في الأول على شخصية شارلوت ساعتها في فضلت تخبط على باب القصر وتترجى ان حد يساعدها وتعتذر وتقول انها غلطانة واسفة لو عملت حاجة غلط وتوسلت انه هو يخرجها فضلت تعيط وهي بتختش دوافرها على الباب درجة ان دوافرها تشالت وطبعا الباب ما تفتحش بس الغريب ان جروحها اختفت بالكامل ولا كأنها حصل لها حاجة وده كان بالنسبة لها امر مخيف جدا وحست ان الجو مظلم جدا وكأن ما فيش امل ومع ذلك فضلت تعتذر وتترجى انها تخرج من القصر بس في النهاية استسلمت استسلمت انها ممكن ما تخرجش من القصر ده تبقى اي حياتها يجي اعطيكم ببارت جديد يلا بينا نكمل تخرج قدام شارلوت رسادة مكتوب فيها ان شارلوت هتكتسب قدرات جديدة هتقدر انها تتحكم في عدد قليل جدا من الوحوش بس مع ذلك بعد استخدامها للقدرة دي هيكون فيه اثار جانبية وكمان عشان تقدر انها تستخدم قدرتها دي لازم انها تلمع النوافذ وتستخدم الصلصة اندهشت شارلوت وفهمتش صلصة ايه دي ونوافذ ايه اللي ملهاش لازمة وفتكرت انها مستحيل تستخدمها بس اللي ما تعرفوش انها تستخدمها قريب قوي تاني يوم وشرط رايحة لديترش عشان توديه لقد الطعام لقيت ديترش بيهاجم وحش وظهرت قدامها رسالة انها لازم تهاجم تدرش ولو نكحت هتقرب اكتر من قدرتها على السيطرة على الوحوش فضلت شارلوت وقفت فكر هتعمل ايه انها لو رفضت الطلب هتتعاقب ولو قبلته هتعاقبتها لقتها بديترش هتسوق اكتر بس هتفكرتش كتير وقبلت الطلب شافها تيترش وهي وقفة في القوضة وسأله يا ايه اللي جابها هنا ردت عليه شارلوت انها عايزة تساعده بس أللها تيترش انها بتجدب انها لو كانت حقيقة عايزة تساعده كانت هتوقف الوحش زي ما وقفت الوحش التاني قبل كده في قط الطعام وريجي اعتني تيترش يهجي مع الوحش كان قرب ان هو يهزمه بس المهمة بتاعتها كان لازم انها تتم قبل ما يهزم تيترش الوحش فقررت شارلوت انها تستغل الفرصة دي علشان تزيد قوتها فراحت نادت تيترش واعتذرت له وجريت عليه ولمت إزازة الصلصة وبعد كده راحت وقت عليه تعصب تيترش وسأله هي ايه اللي رميته في حينه ده رطت عليه شارلوت ان هو ما يزودهاش دي مجرد صلصة يعني وهم بيتكلموا قرب منهم الوحش عشان يهجم عليهم حاول تيترش ان هو يقوم عشان يصده بس وقفته شارلوت وبصت للوحش وقمرته ان هو يركع وفعلا ركع الوحش بصلها تدريش وقال لها انتي مش قلتي انك مش بتقدر تسيطري على الوحش حاولت شارلوت انها تفهمه انها حقيقه ما كانتش عارفة تتحكم في الوحش لولا بس انها هجمت وعرفت بس قبل ما تكمل كلامها ظهر قدامها رسالة انها هتتعاقب لو كشفت عن اي حاجة ليه علاقة باللعبة فساعتها وقفت شارلوت ومكملتش كلام ولما لقها ديترش وقفت في نص الكلام ومش عايزة تكمل قال لها انه والله غلطان عشان حاول يتكلم معها اساسا متعصب وقال لها تقوم من عليه جات شارلوت تقوم لما لقيته متعصب اوي كده بس مجرد ما حاولت تقوم داخت وقت عليه تاني بصلها بحدة وسأله هي بتعمل ايه بالزبط بس وهو بيتكلم اتقيقت شارلوت دم كتير جات تبصه قدامها وهي مستغربة ودالي بيحصل لها ظهرت لها رسالة مكتوب فيها ان قدرتها على سيطرة على الوحش بتكل مرة واحدة بس كمان مكتوب بخط صغير اوي اوي انها هيكون فيه اثر جانبية ملحقتش شارلوت انها تتعصب ان التحذير مكتوب بخط صغير اوي كده لانها فضلت تتقيق دمه اكتر واغمع عليها اندهش تتريش وارتبك لما اغمع شارلوت وهدومها مليانة دم وفضلت ساعدها تجيله هلاوس عن ذكريات قديمة لجنود بيموته وهم بينادوا اسمه علشان ينقذهم وناس بتلعانه بتقول انه هو ملوش لازمة ولازم يموت في الوقت ده وشارلوت مغمع عليها كان بتفتكر سكرياتها في القصر لما استحوزت في الاول على شخصية شارلوت ساعتها في فضلت تخبط على باب القصر وتترجى ان حد يساعدها وتعتذر وتقول انها غلطانة واسفة لو عملت حاجة غلط وتوسلت ان هو يخرجها فضلت تعايت وهي بتخطيش توافرها على الباب ودرجة ان توافرها تشيلت وطبعا الباب ما تفتحش بس الغريب ان جروحها اختفت بالكامل ولا كاينها حصل لها حاجة وده كان بالنسبة لها امر مخيف جدا وحست ان الجو مظلم جدا وكاين ما فيش امل ومع ذلك فضلت تعتذر وتترجى انها تخرج من القصر بس في النهاية استسلمت استسلمت انها ممكن ما تخرجش من القصر ده تبقى اي حياتها ساحيت شارلوت من حلمها ولقيت نفسها في سرير وديترش قاية جنبها ساعلها ديترشت لو كان قغم عليها كده لانها حاولت تمسك بالبحش ردت شارلوت عليه انها حاسة كده وفتقرت شارلوت ساعتها الوحش اللي هي ما هزمتهوش وما ان ديترش جابها لهنا ده معناه انه هو هزم الوحش لما تأكد ديترش انها قغم عليها علشان ساعدته سألها بنفعل هي ليه رغم انها كانت عارفة ان ده هيحصل لها عبرت كده علشانه طبعا ديترش ما كانش عارف ان شارلوت كمان ما كانتش عارفة انه هو قغم عليها فرقع ديترش قدامها على الارض وميقدرش ان هما يعيشوا من غيره ردت علي شارلوت ان هو يوقف اللي هو بيعمله ده لانها مش هتطر تسمح له بالرحيل ده بيتجمس قدراتها اتعصت ديترش وقال لها ان هي اللي جابته هنا فليه حبسيته هنا وليه بتساعده وبعد كده سيكت ديترش شوية وبعد كده قال لها مستحيل انتي كمان عايز تلعب معايا انا عارف كويس قوي الناس اللي زيك اللي بياخدوا معاناة الناس التانية على سبيل الترفيه وقبل ما يكمل ديترش قطعته شارلوت وحطت إدها على وشه وقايت له انها بس مش عايزة يموت او يتقذى وقايت له انها هتحط له الدواء عشان جروحه اتفاجئ ديترش من انها لحظت إصابته ورد عليها ان دي مش مشكلة كبيرة بس شارلوت قدت له الدواء لان هو ما كانش راضي ان هي اللي تحطه له وقايت له وهي بتبتسم له ان هو ما يتقذاش لان هو لو يتقذى المرة الجاية هتحط له الدواء هي بنفسها ميسك ديترش ازاست الدواء جامد وشكرها وقال لها انما انها بقت كويسة دلوقتي يريد كل واحد فيهم يكمل بشكل منفصل عن التاني ورح ميش ديترش وخرج من القوضة بعد ما ميش ديترش ارتحت شارلوت تاني على السرير بس ظهر لها رسالة مكتوب فيها ان ديترش هو الروح التسعة وتسعين للزور القصر وهو بيحقق انجازات مش مسبوقة مسألها النظام هي مش حاسة بالأسف على التمانية وتسعين روح اللي فاته عموما ان علشان كده هتدي تيترش عقوبة علشان العداء لا يعني ولو رفضت المهمة هتتعاقب وطبعا قبلت شارلوت المهمة بس قبل ما تعرف العقوبة فاجئت شارلوت اول ما شافت العقوبة لان العقوبة دي اللي كانت بتديها شارلوت في اللعبة لتيترش دايما العقوبة انها كانت تكوت تيترش لإكيليوس واحد من الوحوش الرهيبة في القصر كيليوس كان بيتغزة على الكوابيس في اللعبة ديترش فدر يتجول للأبد في كابوس مروش نهية لحد ما في الاخر مات ما بقيتش عارفة شارلوت تعمل ايه عشان تتجنب انها تعمل كده في ديترش بس ظهرت لها رسالة تانية حضرتها فيها اللعبة انها لو فشلت في مهمتها هي اللي هتتحبس فقط الكابوس مع الوحش بدل ديترش في نفس الوقت ده بعد ما ميشي تيترش من القوضة بص على وحش ممرسوم على القبط وقال انه بسبب العلامة دي حيجو بسرعة وفتكر تيترش وجوده في المعبد قبل ما يدخل القصر ساعته طلب منه رئيس الكهنة يقول ايه دوره كابن للمعبد ردع لي تيترش انه دور اطفال المعبد انهم ينفذوا المطلوب منهم قال له الكاهن انه كويس انه هو عارف كده ما طلعش احمق بالكامل مش كفاية انه هو فارس بيصب نوبة سرعة بمجرد ما يشوف الدم ورماله ورق او كمل ان الدوق محتاج فارس لحمايته ودي هتكون فرصته الاخيرة عشان يثبت قيمته فلو بيفكر انه هو يهرب احسن انه هو يقف عن التفكير ده انه هو هيدمر كل المهمين ليه وهيتبع العلامة اللي على رقابته هيلقيه وفعلا انطلق ديترش لمهمته بس وهو في الطريق الدنيا مطرت عليه فاحتبق في القصر ده وحصل اللي حصل وهو بيفكر اتفاجئ بوجود شارلوت قدامه بس اسألها اذا كانت كويسة لانها مستحيل تتحسن بسرعة دي اكيد محتاجة على الاقل يومين كمان بس اللفت نظر ديترش لون عين شارلوت هو متأكد انه اول ما وصل للقصر شارلوت كان عينها حمرة دلوقتي عينها لونها ازرق بس اتجاهل ديترش الموضوع لانه ممكن يكون كم مرتبق ساعتها وسألها ديترش ايه اللي جابها هنا بعدت شارلوت عينها عنه وراحت قايت له انها جعانة علشان كده ايه رأيه انه هو يحضر لها وجبة سكت ديترش ومردش في الاول بس رجع وقال لها انه هو فهم وسألها الوجبة دي بتكون في انهي قوضة استغربت شارلوت انه هو وافق بالسهورة دي سألها ديترش هي مالها بص له كده ليه سكت ديترش شوية وبعد كده قايت له انه في الحقيقة فيه وحش في غرفة الطعام بس هو وحش قوي شوية بهم ديترش ساعتها انها بتطلب منه انه هو يجيب لها الوجبة لانه صعب عليها دلوقتي تسيطر على الوحش تحرك ديترش وقال لها انها تستنى وهو هيجيب لها الاكل في قضتها وقفته شارلوت وهيم استغربه وقايت له هو ليه بيساعدها وهو بيكرهها رد عليها ديترش انه هو بيساعدها لانها مش بخير دلوقتي اندهشت شارلوت لانها ما صدقش انه بيعمل كده لانه بس يحس بالاسف عشانها حسيت شارلوت انه هو احمق قوي احمق انه هو يروح لوقر الوحش عشان طلب حد بيكرهه بس عشان مجرد ان الشخص ده تعبان وديترش جاي يمشي مسكت شارلوت قميصه وقعت له ان القوضة دي جواها ضلمة جدا علشان كده هيكون احسن لو اخد معاه الشمعة وهو داخل القوضة ولازم يتأكده هو داخل ان الشمعة دي هدفت المولعة وبعد كده يدخل القوضة وديته شارلوت الشمعة اللي كانت معيها اخد ديترش منها الشمعة وهو ساكد ودخل القوضة وشارلوت شايفه وهو بيدخل وشايف انها كده عملت لطلبته منها اللعبة وفي نفس الوقت ساعدت ديترش لان وحش اكليوس بيكون مرتبك حتى لو فيه ضق صغير قوي علشان كده الوحش مش هيقوز تدرش بس انه متعرفه الشارلوت ان ديترش اول ما داخل القوضة ساب الشمعة والشمعة انطفت وفضل ديترش يلف جوا القوضة الضلمة وما لقاش حاجة في القوضة ولا حتى لقى الاكل وكررت ديترش ان هو يرجع لان هو حاس ان شارلوت خدعته بس فجأة حاس بشعور قريب ولقى حد بين دي فارس بص وراه لقى ناس بصاله وبتعيط وهما بيسألوه عن افراد علتهم وبص الناحية التانية لقى الكاهن وهو بيقوله ان هيقتل كل الناس اللي عايز يحميهم ولقى جنبه جنود مصابينه بينزفه وهما بيطلبوا منه ان هو ينجدهم واقع السيف من ديترش وفادل يسرخوا يترجاهوا ما يقربوش منه وراحت ظهرت شاشة مكتوب فيها ان الوقت المتبقى الوفاة ديترش تسعة دقايق وتسعة وخمسين سانية بالوقت ده كانت شارلوت مستنية خروج ديترش بعد ما ديته الشمعة كانت بتشرب الشاي طبعا وهي فاكرة انه هيفضل ما خلي الشمعة معاه بس فجأة ظهرت قدامها رسالة ان ديترش حالته حرجة وفادله بس تسعة دقايق ويموت لو مغرجش من الحالة دي ساعتها جريت بسرعة شارلوت للقودة اللي فيها ديترش وفضلت تحاول انها تفتح الباب وفضل عداة الوقت بيعد ونجحت فعلا ان شارلوت انها تدخل القودة وشربته الترياق على اخر عشر ثواني من موته اول ما ظهرت رسالة ان ديترش رجع لحالته الطبعية ارتحت شارلوت على طول بس برحقش ترتاح كتير لان كالعادة مجرد ما انقصت ديترش هجم عليها ديترش ومسكها من كدفها وقال لها كفاية كده كفاية قبل ما الكل يموت شارلوت في الاول كانت فاكرة ان هو بيكلمها هي بس لما بصت شارلوت على عينه لقيتها مش مركزة فهمت ساعتها ان هو لسه مخرجش بالكامل من الخيالات فراحت ضربته شارلوت جمد على ايده ساعتها رجعها ديترش لوعي وسأله هو مستغرب هي ايه اللي جابها تحته كده بالظبط ردت عليه شارلوت ان ده ممكن يكون بسبب هجوم شخصة عليها مثلا فاريت بقى لو بقى واعي يقوم ويبعد عنها حتى لو هم مش شايف كويس بس يقدر يحرق جسمه صح؟ استغرب ديترش وسألها ازاي عرفت ان هم مش شايف كويس دلوقتي ردت عليه شارلوت ان ده طبيعي جدا ان هم اللي اتنين عينهم مش بتطلاقة طبيعي يعني انها تلاحظ وشافت شارلوت الرسالة اللي فوق ديترش المكتوب فيها ان درجة الظلام 1% استغربت شارلوت للرسالة دي ظهرت بدري قوي كده المفروض في اللعبة تيترش اللي ظهر له مستوى الظلام ظهر له متأخر عن كده وكل ما مستوى الظلام زيت تيترش بيبقى شرير بالمعنى الحرف للكلمة ولما مستوى الظلام زيته بقى 90% تيترش بقى مجنون تماما وساعتها نسي تيترش اللي فقد عقله هدفه من مغادرة القصر ولقصر واحدة واحدة التهم روحه وخلصت اللعبة اترعبت شارلوت جدا ان يضايح حصل لان لو ده حصل هتفضل هي كمان محبوسة معه في القصر ده طمانيته شارلوت وقيت له ما تخافش الرؤية هترجع لك تاني قريب بس احلم شارلوت انها تهدي عشان مستوى الظلام ما يزيتش اتضمرت في ساعتها تيترش شوية وبعد كده قالها انه حتى لو رجع له بصره هيفضل يمر بتجرب زي دي ما تتعدش ورحت ظهرت فوق تيترش رسالة ان مستوى الظلام بأربعة في المية ارتبكت شارلوت ان الرقم عليه بسرعة قوي حاولت تهدي وقيت له انه لو ارتبك او اتعصب مش عارف يلاقي قتر حقيقة رد عليها تيترش باحباط وفيه اساسا غرفة الحقيقة ما كانش فيه حتى اكل في القوضة اللي ارتدي عليها كلمته شارلوت بالراحة وقالت له انها مقدرة انه هو مش باسق فيها بس لو كان سمع كلامها ودخل وهو شغل الشمعة ما كانش يواجه اي مشاكل جاي تيترش يرد ان هو كان لازم يسيب الشمعة علشان يمسك سيفه بس ساعتها ادرك ان معنا كلامها ده انها كانت عارفة اللي يحصله من الاول ساعتها ارتفع نسبة الظلام لتيترش 8% وسألها هي كانت عارفة كل حاجة هتحصله جلت عليه شارلوت بسرعة ومسكت وشه عشان تهدي وقيت له ان هو يفوق هو قال لها قبل كده ان فيه اشخاص هو عايز انكسهم برا صح؟ هو خلاص دلوقتي بقاش مهتم يعرف ايه اللي بيحصل للناس دي بس رغم كده كل جهدها في النهاتها دي راحت في الوبا وزادت نسبة الظلام لـ 11% وبعد ادها وهو بيقول لها انها مش هي اللي من الاول حبسته دلوقتي جاية تطلب منه يفكر في الناس اللي برا وسألها اذا كانت بتحاول تقنعه ما يهربش انها بتستمتع بمعاناته وبتقلف له معاناها كأنها مؤلف قصص بغيط بيستمتع بمعانات الناس ردت عليه شارلوت بهدوء ان هو عنده حق بس فيه ناس كتير قوي في العالم بغادين زي ما هو بيقول الناس ما تعرفش ان هم اشرار لان هم مجهوش المعاناة اللي بيصنعوها علشان كده ما يسيبش المكان ده يهزمه لازم يخرج من القصر ده وراحت انفعلت وقالت له ان هو ما ينهيش حياته هنا مسيكها ديترش وسألها هي مش حسب نفس الشعور اللي هو حاسس به صح؟ استغربت شارلوت وسألته شعور ايه؟ رد عليها يا مش لسه ايلة دلوقتي انه مش هتعرف جلا ما تعاني رافت شارلوت من كلام ديترش وحاولت تباد عنه وسفيد الماسك ايدها وكمل انها لازم كمان تجرب نفس المعاناة اللي حاسس بيها تبكت شارلوت من كلامه وبصت لقيت انه ارتفع الظلام من 13% وكمل ديترش انه لو قدر يخرج من الجحيم ده هيتأكد انه هو يحبسها زي ما حبسته اتمنى يكونوا ملخص عجبكم استنوني في الفيديو الجاي مش هتأخر عليكم